فقراتنا الدائمة فقرة حائط صد عندما تسأل أين ذهبت شيئا من رجال وأخلاق الكبار الحقيقة سؤالين مهمين جدا إذا كنت تريد أن تسأل هذه الأسئلة فيجب أن تنظر إلى قطاع عريض من السوشال ميديا الغير الأهلوية بمناسبة يعني لما لاعب مهم في نادي الأهلي ومنتخب مصر وقبل 24 ساعة من معسكر منتخب مصر يتعرض لإصابة شماتة وتعليقات غريبة وغير لائقة الحقيقة يا ما الواحد شافه ولكن أنا ما شفتش كده والله العظيم ثلاثة ما شفت الرياضة ومنها كرة القدم هي تهذيب للنفوس إمام عشور زي وزي أي لاعب أكيد كان الآن لما تعرض للإصابة لأنه يعني شايف أن المستوى بيتصاعد والأمور بتمشي أنا شخصية مش أنا أي حد بيتعرض للإصابة في ظل تصاعد مستوى بيوازعلان من نفسه أو زعلان على نفسه فإمام عشور لما تعرض للإصابة لأنه كان لسه راجع من إصابة قبل انضمامه للنادي الآلي وطلق عليها كلام كتير وقصص كتيرة وحواديد كتيرة ولكن الحمد لله جات سليمة المرات يعني جات سليمة وكدمة بسيطة مع الراحة إن شاء الله يكون جاهز في خلال أسبوع عشر تيام لكن رد الفعل الغريب بالنسبة لي محتاج وقفة هديجي تقول لي هقولك الجماهير أو المناوشات الجماهيرية والهزار ده عادي ما عنديش مشكلة فيه ولكن لما يكون في حدود الأخلاق والاحترام الصحاب يهزروا مع بعض حتى لو جماهير الأندامه نفسه بتهزر في مثل هذا الأمر أتقبلها ولكن أتقبلها عندما تكون فيه إطار إن أنت بتسأل عليه بتهزر معاه بتحاول ترفع من روحه المعنوية عشان منتخب مصر مش عشان النادي الأهلي عشان محدش يقولي مفيش زمالكاوي ولا اسمعلاوي ولا كذا ولا كذا حيقول لا أنا بتكلم على منتخب مصر لكن هل حضراتك وعمركو شفته جمهور بيتمنى أو يشمت في إصابة لعب ياريته جمهور بس ده واحد مرشح نفسه في أحد الأندية طلع يتكلم على أمام عشور لمجرد أن هو ما هي دي أصبحت الحقيقة يعني ما رأيناه خلال الخمس ست سنين الأخيرة من صوت عالي أدى إلى أن هناك البعض بيحاول أن هو يجرب كده على الرغم من انتصار الحق والاحترام في النهاية الحق والاحترام اللي هو لما واحد يطلع يجتمك تعمل إيه؟ تنظر وتنتظر وتروح للقانون لأن إحنا بلد قانون والقانون بيجيب لك حقك والقانون جاب لك حقك في الآخر مهما كانوا الانتظار ومهما كانت الكلمات فده الأساس يا جماعة عمركم اتفكروا أن الأساس أن القلة الأدب ده أساس عمرها ما هتحصل فواحد مرشح نفسه في انتخابات أحد الأندية وطلع يعني يتكلم كلام ما يصحش على أمام عشور أنا بكلمكم عن لعب كرة قدم مصري وقبل معسكر لمنتخب مصر مش بكلمك عن لعب في نهاية الأهلي على الرغم من عمرك ما تلاقي حد من الأهلوية بيعمل كده مع أي فرقة تانية بالعكس جماعة الكلام ده محتاج وقفة الكلام ده بجد محتاج وقفة أنا مش بقول كلامه خلاص ما يصحش اللي بيحصل ده ما يصحش لو كان حصل من جمهور الأهلي مع أن أنا متأكد أن جمهور الأهلي ما أعملش كده كنت حطله أقول يا جماعة ما يصحش أن احنا نعمل كده مع جماهير مع لاعب حيلعب باسمه منتخب مصر في النهاية كابتن حسام حسن لو تفتكره انتقل من الأهلي للزمالك بعد نهاية عقده ولما كان المنتخب بساعتها بيلعب وكابتن حسام كان مصاب كان كل جمهور مصر بيسأل وبيتطمن على حسام حسن كابتن حسام حسن هيلعب ولا لا كل جمهور مصر الأهلوية والزمالكوية ما فيش حاجة اسمها شماتة في مثل هذه المواقف مش عشان تاخد لك صوت ولا صوتين من ناس متعصبين ها تطلع تتكلم وتشتم في اللعيب بهذا أو تنتقد أو تشمت في اللعيب بهذا الشكل وتتمنى أن اللعب ما يتعلقش قدام ناديك حلوة المنافسة الشريفة أنك تلعب وتكسب بمجهودك وبعرقك أنك تدعم فريقك وبس تدعم لعبتك وبس دي حلوة المنافسة لكن كمان هنبدأ معسكر منتخب وفي الإمارات فكلنا بنشجع المنتخب أهلوية والزمالكوية هو أحمد فتوح لو عمل أوفر عدل وجم إنه جون مش هطلع أقول أحمد فتوح ده أحسن باكلفت موجود في مصر هطلع أقول هذا الكلام مش هيهمني لونه لون تشيرت اللي هو لابسه هو زيزو لما هي يشود ويجيب جون مع منتخب مصر مش هطلع أقول إن زيزو ده أحسن لعيف في المنتخب هطلع أقول أتمنى الناس اللي بتعمل الكلام ده يراجعوا نفسهم شوية خصوصا المسئولين أو اللي في موضع المسئولية جمهور ممكن تعدي أو مش بتعدي برضو ولكن أتمنى النهاية تبقى ليها حد لأن اللاعب ده برضو عنده أهله عنده مراته عنده عياله عنده بابا عنده مامته أنا مش بتكلم على أمام أنا بتكلم بشكل عام يجب أن تكون الأخلاق هي الأساس وبالمناسبة الأخلاق يجب أن تكون الأساس في كل المنافسات مهما كان لو تنبهت نفسه في شغل يجب أن تكون الأخلاق ما تقودش تضرف في زميلك عشان تيجي مكانه مثلا يعني مش لمجرد أن أنت عايز تطلع مكان مش مكانك تقود تضرف في زميلك ده بتكلم في الحياة بقى بشكل عام فما بالك بكرة القدم أتمنى أتمنى أن مثل هذه الأمور تنتهي أتمنى أن احنا نشوف أنا متأكد أن جمهور النادي الأهلي بيحترم كل الجماهير والكلام اللي أنا بقوله ده أنا تعلمته من جمهور النادي الأهلي وحفظة لأقول دايما جمهور النادي الأهلي ده على رأس الكل لأنه على رأس الأهلوية يعني لأنه جمهور النادي الأهلي بنتعلم منه وحنفضل نتعلم منه أتمنى أن الجميع ينظر لمثل هذه المواقف ونعرف أن الأساس الأساس هي الأخلاق وليست أمور أخرى وصلنا للفق